اهلا بكم الى موجز اخبار الان قتل تسعة مدنيين واصيب اخرون بجروح بينهم اطفال ونساء جراء قصف طائرات حربية وبارجات روسية في البحر المتوسط مدناء وبلدات ريف ادلب واعلنت وزارة الدفاع الروسية ان البوارج قصفت بعدة صواريخ باليستية اهدافا بريف ادلب في حين قالت مصادر محلية ان احد هذه الصواريخ استهدفت محيط مدرسة بالقرب من بلدة بنين بالتزاون مع غارات جوية على المنطقة هذا واعلن مركز الدفاع المدني في خانشيخون خروج المركز عن الخدمة بسبب الغارات الجوية التي استهدفت خلال الايام الثلاثة الماضية دخلت القوات العراقية مركز قضاء الشرقات في اطار العمليات الرامية الى تحرير قضاء الحويجة التابع لمحافظة كاركوك شمال البلاد مصدر عسكري عراقي اكد ان المرحلة الاولى من عملية استعادة السيطرة على قضاء الحويجة مستمرة واضاف ان القوات العراقية سيطرت على عشرين قرية في مناطق ناحية الشرقات بعد فرار مسلحي داعش وقتل عشرات منهم موضحا ان عشرات الاسر نزحت من مناطق القتال دعا رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني الشعب الى التوجه الى صناديق الاقتراع يوم الاثنين المقبل للمشاركة في استفتاء الانفصال واضاف البرزاني في كلمة نلقاها ماما حجد من الجماهير ان اجراء الاستفتاء لم يعد بيده ولا بيد الاحزاب وانما بأيدي الشعب مضيفا ان الدستور العراقي لم يتحدث عن وحدة اراضي العراق بل ينص على الاتحاد وان على بغداد ان تلتزم به دعت رئيسة الوزراء البريطانية ريزا ماي الى نموذج جديد طموح للعلاقات الاقتصادية في المستقبل بين بلادها والاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا من ذلك الاتحاد وحثت ماي على اتخاذ اجراءات انتقالية مع الاتحاد الاوروبي مقترحة ان يكون لهذا الخروج ثقف زمني محدد مدته سنتان تقريبا مؤكدة ان بريطانيا ستحثر من الالتزامات المالية التي تعهدت بها خلال مدة عضويتها حذر الرئيس الامريكي دونالد ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون من انه سيتعرض لما وصفه باختبار لم يشهد مثله من قبل وكان كيم وصف ترامب المختل عقليا متواعدا اياه بدفع الثمن غاليا عقب تهديدات اطلقها الرئيس الامريكي من على منبر الامام المتحدة بتدمير بيونج يونج صنع باحثون مضادا حيويا يهاجم تسعة وتسعين بالمئة من سلالات فيروس نقص المناع المكتسبة للإيدز ويمكن ان يمنع الاصابة بالعدوى الجسم المضاد طور لمهاجمة ثلاثة اجزاء اساسية من الفيروس ما يجعل من الصعب عليه ان يقاوم اثار الدواء يشارل ان التنوع الجيني الكبير لهذا الفيروس يشكل العائق الاكبر في وجه تطوير اجسام مضادة قادرة على كبح الوباء بحسب الباحثين الى لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر